اشتركوا في القناة وعن اتفاق مرتقب بين الرياض وتل أبيب يشمل أجواء الطيران ويسمح لمصر بنقل السيطرة على تيران وصنافير إلى السعودية منظمات غير حكومية تتقدم بشكاوى قضائية ضد شركات أسلحة فرنسية بتهمة التواطئ في جرائم حرب في اليمن واشنطن تتهم الرئيس التونسي بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد والعفو الدولية تقول إنه منح نفسه سلطات شبه مطلقة بفصل القضاة السلطات السودانية تغلق كل الجسور المؤدية إلى العاصمة تحسباً لاحتجاجات في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة استشهد الفتى الفلسطيني عودة محمد عودة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المدية غرب رام الله وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن عودة الذي يبلغ من العمر 17 عاماً وصل إلى المستشفى مصاباً برصاصة في الصدر حيث فارق الحياة والشهيد عودة هو الرابع الذي يستشهد بالرصاص الحي خلال أقل من يومين من تصعيد الاحتلال والاعتداءات وفي بيت لحم ويعبد شيع الفلسطينيون جثمانية الشهيدين أيمن محاسن وبلال كبهة الذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال خلال التصدي لاقتحامات مخيم جنين وردد المشيعون هتافات تدعو إلى الثائر للشهداء مع ارتفاع حصيلتهم إلى أربعة في الساعات الأربع والعشرين الماضية هذه الشهادة وهذا الاستبسال في المقاومة يثبت أن الشعب الفلسطيني يضحي بكل ما يملك من أجل نيل الحرية هذا الشهيد الذي ارتقى في هذه الأيام في هذه الليلة المباركة وهو يقاوم الاحتلال بسلاحه الخفيف لكن بمقاومة بثبات وفي روح عالية للقتال وردع الاحتلال لا يفهم الاحتلال إلا هذه اللغة وهذه اللغة التي تعلمناها بالثبات من مقاومتنا في لبنان ومن مقاومة الجيس السوري لكل محور الشر في الأرض هذا الثبات يؤكد أن المقاومة فقط هي التي ستعطينا حقنا طول ما هو موجود احتلال في الشهداء وفي جرحة وفي أسرة كل يوم الصبح وتمر ساعة وتسمع فيه شهيد لكل مستهدف يعني مش أيمن لحالة الاختيار مستهدف والصبية مستهدفة والصحفة مستهدف والولد الزغير مستهدف وهذا الحال في فلسطين يعني مش إش جديد يعني اليوم أيمن بجزء شابه أول عمره بكرة بجزء طفل صغير بعضه رضيعه وصارت في فلسطين يعني هاي مش أول مرة بيصير إلى ذلك دعت هيئات وشخصيات وطنية وإسلامية مقدسية إلى الاحتشاد والمشاركة الواسعة اليوم في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك تأكيدا لإسلامياته وعروبته وحثت هذه الدعوات أهالي القدس والضفة الغربية والداخل إلى شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف الوجود فيه خطيب المسجد الأقصى ورئيسه الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ أكرم صبري قال أن هذه الدعوات مهمة لإيصال رسالة إلى الاحتلال ومستوطنيه بأحقية الفلسطينيين التاريخية والأصلية بالمسجد الأقصى معنا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم مرحبا بك ناصر إذن شهيد برصاص الاحتلال ودعوات للاحتشاد في الأقصى كيف يبدو اليوم المشهد الفلسطيني تحديدا في الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة صباح الخير محمد المخطط الإسرائيلي مستمر العدوى الإسرائيلي متواصل علنا جهارا نهارا لذلك الفلسطينيون يتحفزون للمزيد من المقاومة والتصدي مع شهيد عودة في الميديا برمالة يصبح عدد شهداء منذ بداية العام 73 شهيدة منه وخمسة داخل خط الأخضر وسبعة في القدس المحتلة واثنين وستين في الضفة الغربية الإصابات كما تلاحظ في القلب في الصدر في الرأس ومعظمهم أطفال ومن بينهم الصحفيتين وهذا ما يدل على أن الجنود أخذوا رخصة قتل فيما يتعلق بالأقصى بالإضافة إلى أن هناك غضب فلسطيني أوردني على استباحة المسجد الأقصى وخصوصا رفع العالم وهذا ما تم نقله لوسط الأمريكي كذلك أنا الرئاسة وردت كلمة أنه لم يعد الشجب والاستنكار يكفي وبالتالي الجمهور الفلسطيني لا يكتفي ولا ينتظر الشجب والاستنكار وإنما يذهب للدفاع بنفسه على المسجد الأقصى طبعا لا يتم استيراد شعب آخر هو نفس الشعب هو نفس الشعب الذي واصل الوقوف بكل صمود في المسجد الأقصى دفاعا عن المقدسات في وجه منظمة تملك ملايين الملايين الدولارات وبحماية الشرطة والجيش وعضاء الكباسة وتحريض الوزراء الأمر خطير ومستمر ولن يقف عند اليوم ولا عند الغد طيب ناثر ذكرت المفردة التي وردت ببيان الرئاسة لم يعد الشجب والاستنكار يكفي كيف يفسر هذا فلسطينيا خصوصا خلال الفترة المقبلة وهي فترة تصعيد يعني هناك حمص في الشارع الفلسطيني في كل بيت أنه نحن على أبواب تغيير ما هذا التغيير الذي سيحدث الصحافة العبرية من إسرائيل اليوم بقلم دانا شامعون كثرت أن تيارات فتح غاضبة جدا من الرئيس عباس لأنه لا يسمح بالكفاح المسلح ولا يسمح بالوقوف في وجه إسرائيل التي لا تفهم إلا لغة القوة هناك غضب شديد أدى إلى أن الرئيس غاضب والاتصالات مع أمريكا تصل إلى مرحلة مزدودة هم عدار الظهر يركزون على قمة العقبة لا على القضية المركزية للعرب الهدف النفط وليس العرب وأسرائيل لأنها مطلق الحرية في أن تفعل ما تشاء من جراء ما كيف لا نكتفي بالشجب والاستنكار بالإضافة لما يقوم به الشارع أعتقد فعلا هذا سيدفع القيادة إلى تعيير شديد جدا في الاستراتيجية وليس في التكديك هذه المرة لأن الجمهور الفلسطيني لن يقبل مجرد الكلام أو مجرد الشجب والاستنكار شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام إلى تل أبيب وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي في زيارة مفاجهة وفق ما أفادت به وسائل أعلام إسرائيلية وسيلتقي جروسي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس محافظية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث ستناقش الوكالة اقتراحا لإدانة إيران الولايات المتحدة أكدت من جهتها أنها تعد مشروع قرار مع الأورقيين يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية يظهر وثائقي إسرائيلي جديد أنه في رأس سلم الأولويات تضع المؤسسة الأمنية والعسكرية تهديد المسيرات منال إسماعيل والتفاصيل خطر الطائرات المسيرة تصدر سلم التهديدات التي تواجهها إسرائيل في الأوينة الأخيرة وازدادت أهميته برأي مسؤولين وخبراء عسكريين مع تزايد الحديث عن إمكانية حدوث مواجهة متعددة الجبهات ما يحول هذا الخطر إلى تهديد استراتيجي ضد إسرائيل تهديد القطاع غير المأهولة الإيرانية هو تهديد جوهري لإسرائيل وله تبعات عملانية تحتم علينا الاستعداد لمواجهة هذه المسألة التي يمكنها أن تؤلم إسرائيل كثيراً وأنا لا أستخف بهذا أبداً نجاح إيران في تزويد طائراتها المسيرة بأحدث المنظومات وفي نقل هذه التكنولوجيا إلى حلفائها دفع معلقين إلى الحديث عن تحول هذا السلاح إلى عنصر أساسي وفعال في أي مواجهة مستقبلية كل ما هو متوافر في إيران سيتسرب إلى ساحات الحلفاء حماس تطوير طائرات غير مأهولة وهي تستخدم معرفة إيرانية والجهاد الإسلامي أيضاً في غزة تحصل على معرفة وأحياناً على مكونات إيرانية من أجل تطوير الطائرات غير المأهولة أسئلة كثيرة تطرح في إسرائيل بشأن استعدادها لمواجهة هذا النوع من التهديدات ولسيما أن سلاح الجو الإسرائيلي سجل فشلاً في هذا المجال عندما أخفق في إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله القوة العظمى الإسرائيلية مع الدفاع الجوي وكل المنظومة الجوية الأكثر تطوراً في العالم التي لدينا وفي النهاية تدخل طائرة من دون طيار إلى الأراضي الإسرائيلية سلاح الجوي فشل هنا وفيما أشار مراقبون إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تعرف أن استهداف منشأة استراتيجية بمسيرة ليس مسألة هل بل متى تساءل آخرون إن كانت إسرائيل تملك الرد المناسبة على هذا التهديد الخطير من دون أن ترسل طائراتها المقاتلة لاعتراض كل قطعة جوية غير مأهولة لأن هذا الأمر لا يمثل وفقاً لهم حلاً للمشكلة كشفت صحيفة جورزيليم بوست أن إسرائيل ستوافق قريباً على ترتبات أمنية جديدة تسمح لمصر بنقل السيطرة على جزيرتين في مضيق تيران إلى السعودية وبموجب الصفقة التي سيتم الإعلان عنها قريباً ستوافق إسرائيل على نشر القوات على ما سيظل تراباً مصرياً على بعد عدة كيلومترات في المقابل ستسمح السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي ومن المتوقع بحسب الصحيفة أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هذه الصفقة خلال رحلته إلى المنطقة في نهاية الشهر الحالي تقدمت ثلاث منظمات غير حكومية بشكوى قضائية في باريس بتهمة التواطئ في جرائم حرب ضد ثلاث شركات أسلحة فرنسية متهمة ببيع السعودية والإمارات أسلحة استخدمت ضد المدنيين في اليمن تحقيق استقصائي كشف عن مذكرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية تعود إلى تشرين الأول أكتوبر من العام الفين وثمانية عشر تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في اليمن أحدى المنظمات التي قدمت الشكوى عبرت عن أسفها لأن المجموعات الثلاث تصدر أسلحة إلى التحالف السعودي مع العلم أنه يرتكب جرائم حرب منذ العام الفين وخمسة عشر أكد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن إسرائيل استفادت من الهجمة الغربية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وأشار في كلمة له إلى أن الكثير من الأنظمة العربية يتجه لموالاة العدو الإسرائيلي والشراكة معه اقتصادياً شعار أيضاً يكسر حالة الصمت والسكوت التي أراد الآخرون أن يفرضوها أن يفرضوها على أمتنا من الداخل في مقابل الهجمة الهائلة الشاملة من جانب أعداء الأمة وما يفعله الأمريكي وما يفعله الإسرائيلي الذي تحرك للاستفادة من هذه الهجمة الأمريكية والغربية لإنجاز ما يريد أن ينجزه وأن يستكمله في فلسطين لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل ولأن يتبوأ دوره الكبير في المنطقة في إطار التحرك الأمريكي والغربي الواسع رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أوضح أنه تم القبول بتمديد الهدنة لدواعاً إنسانية بعد نقاش طويل مع الأمم المتحدة وجهات أخرى وأضاف أنه سيتم استكمال ما لم يستكمل خلال الشهرين الماضيين مشيراً إلى أن العبرة بمدى التزام الطرف الآخر بتعاهداته ليصار إلى بحث شامل للوضع الإنساني أفاد مصدر عسكري يمني بأن التحالف السعودي ومرتزقته ارتكب أكثر من 150 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة من بينها ضربة جوية لطائرة استطلاع على منازل ومواقع للجيش واللجان في محافظة الجوف وفي البيضاء استشهدت طفلة يمنية وأصيبت أمها وشقيقها إثر استهداف دبابة للتحالف السعودي منزلهم يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن موافقة أطراف النزاع على اقتراح تمديد الهدنة لشهرين إضافيين سبع رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولية هو ما جناه اليمنيون من الهدنة الإنسانية على مدى شهرين من إعلانها في الثاني من نيسان أبريل الماضي برعاية أممية منها رحلة يتيمة إلى القاهرة يعول اليمنيون على استمرار هذه الوجهة للسفارة وأبرزهم المرضى نتيجة تكاليف العلاج المنخفضة خطوة إيجابية كما ترى صنعاء وتدعو إلى استمرارها وتوسيع رحلات المطار الرحلات لم تبدأ إلا في 16 مايو بدأت الرحلة إلى الأردن ونفذت إلى الأردن ست رحلات ورحلة واحدة إلى القاهرة فحتى الآن هناك سبع رحلات من إجمالي 16 رحلة كان المفروض أن تنفذ فلابد أن تنفذ كل الرحلات المبعوث الأممي لليمن بدوره أعلن عن استجابة الأطراف على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين تجديد للهدنة ستتعامل معه صنعاء بحذر وسط اتهامات للتحالف السعودية باستقبال الهدنة الجديدة بغارة جوية استهدفت محافظة الجوف شرقان ناهيك عن خروق متفرقة هنا وهناك تمديد الهدنة اليوم دليل على فشل الهدنة السابقة في حالة كثير من الملفات في طار الهدنة السابقة أهمها فتح المطار بشكل كامل عن مطار صنعاء الدولي عدم انتظام أو التزام التحالف بدخول المشتقة النفطية بشكل رئيسي إلى اليمن ثالث ملف وهو ملف حصار محافظة تعز عجزة الهدنة السابقة عن حالة هذا الملف فتح المطار على نحو دائم وتوسيع وجهات السفارة والسماح بدخول السفن من دون عراقيل إلى ميناء الحديدة وصرف رواتب موظفي الدولة بعض من شروط وضعتها صنعاء لضمان ديمومة الهدنة السلطات صنعاء كما تقول لا ترفض الهدنة وتمديدها فقد طرحت ورقة السلام في جميع طاولات الحوار المختلفة لكنها ترفض في المقابل تلاعب التحالف ببنودها وعرقلته استحقاقات الشعب اليمني الإنسانية أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين أشاد البيت الأبيض بما وصفه بدور السعودية في تمديد الهدنة في اليمن وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الملك سلمان وولي العهد السعودي يستحقان الثناء على دورهما في تمديد الهدنة وأضافت أن الهدنة لم تكن ممكنة من دون انتهاج الدبلوماسية التعاونية من أطراف في المنطقة العلاقات الأمريكية السعودية نحو مزيد من الخلافات أم نحو حلول قد تسهم فيها الزيارة التي قيل أن بايدن سيقوم بها قريبا إلى الرياض على الأحمر والتفاصيل ما زالت حرارة العلاقات بين واشنطن والرياض تتسم بالبرودة حجم الاختلافات بين الجانبين غير خاف على أحد وهذا ما حمله إصرار البيت الأبيض على الموقف السلبي من المملكة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا زادت من حجم هذه الهوة في ظل إصار الرياض على رفض زيادة إنتاج النفط كما يرغب رئيس جو بايدن الذي لم يخفي سابقا انتقاضه للحرب على اليمن والانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ولدور محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في ظل هذا الفطور تتحدث وكالة بلومبرغ عن زيارة محتملة من المقرر أن يقوم بها بايدن إلى السعودية مع عدم حسم لقائه ولي العهد السعودي لكن سواء جرت الزيارة أم لا يتلمس المتابع وجود أزمة عدم ثقة بعدما كانت الرياض تحظى برعاية أمريكية خاصة في كل سياساتها وبمراعاة لمصالحها في المنطقة لكن إدارة بايدن كان لها موقف آخر يقول صانعه فيها إنه أعاد تصحيح السياسات التي اتبعتها الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط خلال عهد دونالد ترامب المطلب الأمريكي واضح وهو عودة السعودية إلى بيت الطاعة الأمريكي بما يتضمن خفض علاقتها مع روسيا والصين وتعويض النفط الروسي الذي يهدد حظره بارتفاع أسعار الوقود العالمية وزيادة التدخم في أمريكا يقابله مطلب سعودي بالإقرار بسلطة ولي العهد في الرياض حلوا هذه الخيوط ربما مازال بعيداً ولسيما أن السعودية وجهت من خلال استقبالها الحار لوزير الخارجية الروسي سرغي لافروف في الرياض رسائل واضحة وهي رسائل تقول لمن يعنيه الأمر في واشنطن إن الابتعاد الأمريكي عن الرياض يفتح الباب أمام الكثير من الدول الراغبة في الحلول مكانها استغرب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة من مطالبة الغرب بإقامة العدالة في وقت فشل فيه مجلس الأمن الدولي في محاسبة إسرائيل على جرائمها مذكراً بالتمرد الأمريكي على قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالعقوبات الأحادية ضد بلاده استجابة لدعوة إيران أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يطلب من الولايات المتحدة رفع القيود على استيراد البضائع الإنسانية وتقديم كل التراخيص اللازمة وبأن تكون الدفوعات المالية المستحقة على البضائع والخدمات غير خضيعة لقيود واشنطن لم تفشل في الالتزام بالقرار وحسب بل تمردت عليه بفرض المزيد من العقوبات ولسيما أثناء تفشي جائحة كورونا وجهت الولايات المتحدة الأمريكية تهماً للرئيس التونسي قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد بعد أن أقال عشرات القضاء ضمن مجموعة من الإجراءات في تونس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نادي برايس قال معلقاً على قرار سعيد إن عملية التطهير جزء من مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقويض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي بدورها قالت منظمة العفو الدولية أن الرئيس التونسي قيس سعيد سدد بقراره الأخير ضربة قوية لاستقلالية القضاء معتبرة أنه منح نفسه سلطة إقالة القضاء بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة وفي بيان تحت عنوان الرئيس التونسي يتفرد بسلطة إقالة القضاء على هواه وصفت المنظمة خطوة سعيد بالاعتداء على حقوق المحاكمة العادلة قبل أن تضيف سعيد قام منذ يوليو تموز الماضي بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة وعلق معظم مواد الدستور ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية أطلقت خمسة أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تونس الذي دعا إليها الرئيس التونسي نتابع التفاصيل مع سميح البغانمي خمسة أحزاب سياسية تطلق حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء الذي يدعو إليه الرئيس التونسي قيس سعيد بدءا برفض المشاركة في الحوار الوطني ومقاطعة الاستفتاء والقيام بتحركات ميدنية في محاولة منها لإنقاذ الديمقراطية بحسب تعبيرها إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء بدءا برفض المشاركة في الحوار الوطني المزعوم ومعلوم النتائج مسبقا ووصولا إلى الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء يوم 25 جوليا الخادم لأننا نرفض العودة إلى مسار العبث بالدستور وتطويعه لإرادة الحاكم بأمره مع تزايد المواقف المناهضة لإجراءات الرئيس التونسي أعلنت عيد الحرب على القضاء من خلال عزل 57 قاضيا وإدخال تعديلات على المرسوم المنظم لمجلس القضاء العدلي والمرسوم المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أن تكون المبادئ نزيهة مثل المبادئ قيس عيد الذي يريد إصلاح القضاء هذا مهم لكن إصدار قرارات إيقاف دون السماح بالطعن فيها لأنه في 2011 سمح بالطعن لدى المحكمة الإدارية هذا يوسع العداء خصوم الرئيس بما في ذلك في الأطراف التي كانت تدعمها مثل نقابات العمال وبعض الأحزاب وهذا سيزيد الأزمة تعقيدا في المقابل يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم برنامجا بديلا للإصلاح وهو مشروع يقوم على نقض المشروع الرئاسي ما يعني بحسب متابعينا أن الاتحاد أعلن نفسه خصما للرئيس مشهد سياسي ضببي في تونس في ذل تمسك سعيد بمشروعه وتزايد الأطراف المناهضة له أزمة تضاف إلى أزمات تونس المتعددة ولا حلول تلوح في الأفق للخروج منها سميح البغانمي تونس الميادين الأخبار من الميادين مستمرة وفيها بعد الفاصل السفير الأمريكي في وارسو يتحدث عن بناء أكثر من مئة منشات لجيش بلاده في فولندا أغلقت السلطات السودانية كل الجسور المؤدية إلى العاصمة الخرطوم تحسبا لاحتجاجات مرتقبة اليوم دعات إليها لجان المقاومة في الذكرى الثالثة لفضي اعتصام القيادة العامة للجيش وتسود الشارع السودانية حالة من الغضب حيال تأخر نتائج التحقيقات في الحادثة التي أودت بحياة ما يقارب مئتي شخصا من المحتجين وفي السياق دعت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة الإغاد السلطات إلى احترام وحماية الحق في المجتمع السلمي والامتناع عن العنف غير المبرر ضد المتظاهرين السلمي أكد الأمين والعم للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش أهمية دعم الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا جاء ذلك خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المفتي مع جوتاريش على هامش مشاركتهما بمؤتمر المناخ الدولية الذي تستضيفه العاصمة السويدية في غضون ذلك ما زال المشهد الليبي قاتما بين سرط وطرابلس التفاصيل مع حسن شرارة بين سرط وطرابلس حيث مراكز الإدارة السياسية يرتسم المشهد الليبي القاتم فالأزمة القائمة بين حكومتي فتح باشاغة التي تتخذ من سرط مقرا لها وعبد الحميد البيب الرافض الخروج من طرابلس تكاد تطال كل مفاصل بناء الدولة ولم يكن آخرها الاجتماع الذي خصص لمناقشة الموازنة الجديدة لحكومة باشاغة هذا الاجتماع الذي ضم المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقبية والمالية لمناقشة مشروع الموازنة بدعوة من رئيس البرلمان عقيل صالح عمق الخلافات بين الفرقاء الليبيين على عكس التوقعات وهو ما ظهر مع غياب وجوه بارزة على رأسها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله غياب لا يقرأ لك ضربة لحكومة باشاغة لما للوجهين من دور بارز في إقرار الموازنة وتمويلها تشير الترجحات إلى أن غياب محافظ المصرف يمثل استفافا مع معسكر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة الدبابة والمدعومة من الغرب وهو ما ينبئ بأزمة بين البرلمان والمصرف المركزي لا تصب إلا في مصلحة دبابة أزمة من أوائل مؤشراتها هجوم صالح الحاد على الكبير الذي عد خطوته مخالفة للقانون واستغلالا للسلطة يجب التحقيق فيه كباش سياسي بين الأطراف السياسيين الليبيين تبادل فيه التهم إذ سندت حكومة بشاغة رئيس البرلمان الذي رفع في وجه دبابة خيارين إما الاقتطال أو التسليم تصريحات عدتها حكومة دبابة دعوة لدخول طرابلس بالقتال والحرب حكومتان ليبيتان تسيطر كل منهما على محورين أساسيين بين التشريع والتمويل ليبقى المشهد الليبي أسير جبهتين متناقدتين إلى حد الاقتتال قامت وزارة الخارجية الأمريكية بعادة تحديث بيان الحقاق المتعلق بتايوان مجددا لتؤكد أنها لا تدعم استقلالها رسميا وقالت واشنطن أن التحديث لا يعكس تغيرا في السياسة بل غيرت الصياغة مجددا لتعيد إضافة سطر يقول نحن لا ندعم استقلال تايوان هذا وكانت الوزارة قد عدلت الصيغة المكتوبة على موقعها الإلكتروني بخصوص تايوان الشهر الماضي حيث حذفت العبارات المتعلقة بعدم دعم استقلال تايوان ذلك ما أثار حفظة بكين أعلن السفير الأمريكي لدى بولندا أنه سيتم بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال السنوات العشر المقبلة وقال السفير الأمريكي للصحافيين في بلبة بولندية تتمركز فيها كتيبة قتالية أمريكية وبدأ فيها بناء مستودعا للأسلحة أن حفل وضع حجر الأساس للمنشآت هو واحد من ثماني فعاليات أخرى مخططة وهناك أكثر من مائة منشآت مماثلة سيتم تشييدها على مدى السنوات العشر المقبلة وأضاف أن كل هذا من أجل زيادة الاستعداد القتالي بشكل كبير دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستولتنبرغ الدول الغربية إلى الاستعداد لحرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا وإثر لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن قال ستولتنبرغ أن الناتو لا يريد تصعيد النزاع لكي لا يتحول إلى صراع بين الحلف وروسيا وشدد على أن دعم الناتو لأكرانيا لا يعني أنه جزء من النزاع كما أن نشر قوات إضافية في الجناح الشرقي يعد عملا رادعا لا تحريضيا على حد تعبيره وردا على سؤال بشأن كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا قال ستولتنبرغ عبر طاولة المفاوضات أضافت الولايات والمتحدة 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء السفن ومعاهد بحثية وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات أخرى مثل الأكاديمية الروسية للعلوم وأضافت وزارة التجارة الأمريكية حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعمها الجيش الروسي رد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة على الاتهامات لبلاده بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا متسائلا عن أسباب تغاضي الغرب عن الجرائم التي ترتكبها دوله في غير دولة في الشرق الأوسط لم نسمع بأي أحكام صدرت ضد الجنود الأمريكيين والبريطانيين وسواهم من جنود الدول الغربية على الجرائم التي ارتكبوها في أفغانستان والعراق وسوريا وعندما ظهرت جرائم التعذيب التي تمارسها وكالة الاستخبارات الأمريكية في جوانتنامو في دول غربية أخرى ما كنا لنسمع عنها لولا المادة الفاضحة التي نقلها جوليان أسانج لكن هل حققوا في تلك الاتهامات؟ كلا الأمر الوحيد الذي فعلوه هو ملحقة أسانج نفسه صحيفة الجارديان البريطانية رأت أن روسيا تكسب الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضدها قبل ثلاثة أشهر وفي الوقت الذي تقلص فيه أوروبا تدريجيا من استهلاك موارد الطاقة الروسية حطم التضخم في بريطانيا الأرقام القياسية حيث وصل إلى 9% وهو أعلى مستوى منذ أربعين عام وينطبق الأمر نفسه على أسعار البنزين الصحيفة رأت أن الاقتصادات الغربية دخلت فترة من النمو السلبي البطيء فيما يتمتع الروبل الروسي بموقع قوي أعلنت الدول المنتجة للنفط في أوبيك بلاس عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف وذلك للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا وأعلنت تحالف أن الدول اتفقت على زيادة تبلغ 648 ألف برميل يوميا وشدد البيان على أهمية استقرار الأسواق وتوازنها فيما أعلن البيت الأبيض ترحيبه بالقرار وأكد أنه سيسهم في توازن أسواق النفط عارض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي محاولة الديمقراطيين فرض قيود جديدة على شراء السلاح اللجنة القضائية في المجلس عقدت اجتماعا لبحث مشروع قرار يحد من شراء السلاح وخلال الجلسة سحب نائب جمهوري مجموعة أسلحة يمتلكها قائلا إنه يقتنيها ليحمي بها نفسه وأفراد عائلته الرئيس الأمريكي وفي كلمة خصصها لما يحصل في الولايات المتحدة من مجازر متنقلة طالب بضرورة سن تشريعات للحد من المذابح مشيرا إلى أن المدارس أصبحت ساحات للقتل وفقا للبيانات الجديدة الصادرة مؤخرا عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن السلاح هو القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة أكثر من حوادث السيارات وأكثر من السرطان على مدى العقدين الماضيين مات عدد من الأطفال في سن الدراسة من جراء البنادق أكثر من ضباط الشرطة في الخدمة والجيش بحق الله ما عدد المذابح التي علينا توقعها وكم من الأرواح الأمريكية البريئة يجب أن تزهق قبل أن نقول كفا كفا هناك الكثير من المدارس والأماكن التي أصبحت ساحات قتل نحن بحاجة إلى حظر الأسلحة الهجومية وإذا لم نتمكن من ذلك فعلينا رفع سن مجتريها من 18 إلى 21 عاما كما علينا تعزيز عمليات التحقق من الخلفية والصحة العقلية وإلغاء الحصانة التي تحمي صانعي الأسلحة من المسئولية وقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار داخل كنيسة بمدينة في ولاية آيوا الأمريكية ورجحت وسائل إعلام أن يكون مطلق النار من بين القتلى وكان خمسة أشخاص قد أصيبوا بالرصاص خلال مشاركتهم في جنازة في جنوب شرق ولاية ويسكونسون بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية من دون ذكر مدى خطورة الإصابات وهويات الجرحة أعلنت حركة طالبان باكستان أنها مددت وقف إطلاق النار القائمة مع إسلام أبات حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بالتقدم في محادثات السلام بين الجانبين وقال المتحدث باسم الحركة أن تقدما كبيرا أحرز خلال يومين من الاجتماع مؤكدا أن قيادة حركة طالبان باكستان قررت بناء عليه وقف إطلاق النار حتى إشعار آخر وأضاف أن اجتماعات أخرى ستعقد في الأيام المقبلة لدفع المفاوضات قدما أعلن قصر باكينجهام أن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قداس الشكر اليوم والذي يقام لمناسبة مرور سبعة عقود على توليها العرش بعد أن عانت من الإرهاق بسبب الحركة عندما حضرت عرضا عسكريا أمس أصبحت إليزابيث الثانية أول ملكة بريطانية تقضي سبعين عاما على رأس العرش وأول ملكة بريطانية في التاريخ تحتفل بليوبيل البريطاني بحسب الأعراف البريطانية صميت ملكة بعد وفاة والدها جورج السادس والتقت خلال عقودها تلك ثلاثة عشر رئيسا للولايات المتحدة على عكس عام 2012 عندما احتفلت الملكة بيوبيلها الماسي في أعقاب حفل زفاف وليام وكيد فإن المشهد عام 2022 مختلف تماما بالنسبة إلى عائلة المالكة الملكة البالغة من العمر 96 عاما لم تعد تتمتع بالصحة القوية فهي باتت تغيب عن الكثير من المناسبات العامة ويتوقع حتى غيابها عن بعض فعاليات الاحتفالات الرهنة لكن الاختلاف ليس محصورا بالملكة بل إن المملكة كلها تواجه أزمات لا حصر لها من داخل جدران القصور إلى أروقة الحكم بكل مجالسه بدءا من معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا إلى التأقلم مع التراجع في المستوى المعيشي مرورا بكل البلبلة التي تحيط بحكومة بوريس جونسون القدرة على التمسك في القرارات والمواقف للملكة تثير التساؤلات داخل البلاد في ظل أزمات وتوترات مثلا بشأن قضية إرلندا الشمالية وخصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما حفز أيضا على الدعوات للاستقلال في سكوتلندا في خضم التحديات ملكة البلاد دعت للنظر بثقة وحماسة إلى المستقبل فيما رأت صحيفة بوليتيكو إن الاحتفالات تأتي في وقت يطرح فيه لبريطانيون تساؤلات بشأن هدف النظام الملكي الصحيفة وعينها ذكرت إن استطلاعا للرأي العام الماضي أظهر أن غالبية الشباب لبريطانيين لم يعودوا يعتقدون أن البلاد يجب أن تحفظ على النظام الملكي إذن بصرف النظر عن الأزمات التي تعصف بالمملكة والشكوك بشأن مستقبل النظام الملكي يواصل لبريطانيون الاحتفال بملكتهم على مدى أربعة أيام على التوالي يجد اللاجئون السوريون أنفسهم في قلب نقاشات الانتخابات في تركيا ويتحولون كالمعتاد إلى ورقة سياسية في أوقات الأزمات أن تندلع موجة غضب على وسائل تواصل الاجتماعي من جراء هذه الحادثة أمر متوقع لكن التفاعل مع المقطع المؤلم تخطى اللاجئين السوريين في تركيا ليتحول إلى حالة شعبية عارمة مع حد بالجانب التركي إلى التحرك سريعا آلاف التعليقات ازدحمت على جدران مواقع التواصل تعبيرا عن التضامن مع الجدة السورية اللاجئة التي تبين أنها تعاني عقة ذهنية وتعرضت لركلة عنيفة بقدم رجل تركي اتهمها بخطف طفل سريعا أكدت السلطات التركية زيف الاتهامات بالخطف بعدما اعتقلت الفاعل صاحب السوادق الجنائية الاستغلال السياسي العارم من الأحزاب ومن ضمنها حزب العدالة والتنمية لآخر الاعتداءات العصورية في تركيا يأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية صيف العام المقبل التي يتصدر فيها ملف اللاجئين السوريين قائمة اهتمامات الأطراف السياسيين الأتراك فحادثة كتلك التي تعرضت لها المسنة ليست وليدة اللحظة هي تأتي في ظل تصاعد لهجة بعض الأحزاب المعارضة للحكومة في مسألة استقبال اللاجئين فتتنام مشاعر العداء ضدهم في أوساط المجتمع التركي وترتفع حدة الاعتداءات على غرار أحداث السنوات الماضية ويرى محللون أن المعارضة تستخدم حوادث مشابهة عنصر ضغط على أردغان عبر اللعب على شعور القومية التركية لدى قطاعات واسعة من الأتراك والحديث عن أن وجود ما يزيد على ثلاثة ملايين لاجئ سوري على أراضي بلادهم يزيد من أزماتها الاقتصادية والسياسية وهو ما يتيح لأردغان هامشا قليلا من الخيارات لمواجهة ضغوط المعارضة غير المضمونة العواقب فيجد نفسه أمام الأعلان عن خطة حكومية لإعادة نحو مليون سوري إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية التركية في شمالي سوريا من خلال إنشاء تجمعات سكنية يتخوف مراقبون من ألا تراعي المعايير الإنسانية أو أن تكون غير قابلة للتحقق أساسا من دون تنسيق مع الحكومة السورية أو من دون موافقة أطراف كالاتحاد الأوروبي الذي تستفيد أنقر من أمواله لدعم اللاجئين مأزق حاد يواجهه الرئيس التركي على أعتاب الانتخابات فقد خسر العدالة والتنمية عام 2019 مدنا متعددة في الانتخابات البلدية في تراجع أعاده مراقبون إلى أسباب منها استغلال الأحزاب المعارضة لملف اللاجئين السوريين تجدد أزمة الكهرباء في غزة وارتفاع أسعار غاز الطهو يضيفان مزيدا من التعقيدات على الأوضاع الحياتية والمعيشية لسكان القطاع المحاصر أحمد غانم والتفاصيل مجددا تعود أزمة الكهرباء إلى واجهة المشهد في غزة بعد إعلان شركة توليد الكهرباء إطفاء أحد مولدات محطتها المركزية لإنتاج الطاقة والسبب أن أموال المنحة المخصصة لشراء الوقود أضحت غير كافية لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل طاقتها بعد ارتفاع أسعار الوقود عالميا حل أزمة الكهرباء بشكل جذري يحتاج إلى تقريبا 450 أو 500 ميجاواط لجلب الكهرباء على مدار الساعة في قطاع غزة المتوفر من هذه الكمية حاليا هو 170 ميجاواط تقريبا والطلب على الطاقة يصل إلى 400 أو 450 ميجاواط في ظل هذه الأيام أزمة الطاقة تسببت في تقليص ساعات التغذية اليومية بالتيار الكهربائي للقطاع وهو ما يضطرهم للاعتماد على وسائل بديلة مكلفة أكثر مشكلة ترافقت مع تفاقم أزمة غاز الطهو الذي سجلت أسعاره ارتفاعا واضحا هذا الشهر ارتفاع سيزيد من أعباء المحاصرين في غزة إحنا كأصحاب محلات اليوم نتضرر كتير ومسبب خسائر كتير عندنا بسبب انقطاع طيار الكهرباء وعندنا اليوم قسطة المواتير اللي إحنا في البلد اللي إحنا شايفينها مضاعفة عن الكهرباء العادية أربع ضعا وإحنا ظلت الأمور على زي هيك نسبب بإغلاق محلاتنا وهذا ضرر كبير لنا جرة الغاز ارتفعت جدا لما كانت بسيطة يا دوبنا إحنا أقل من هيك يا دوبنا نقدر نعبيها اليوم في أنا عندي مثلا 8 تنفار 9 تنفار بدي 3 أربع جرات في الشهر اليوم بقدرش عبي وحدة على ارتفاع الغاز ويشكل الحصار الإسرائيلي عائقا رئيسيا أمام إيجاد حلول مبتكرة تضع حدا لمشكلة الكهرباء أما تحكم الاحتلال بكميات الغاز والوقود الواردة لغزة عبر معابره فيمثل مدعاة لتجدد الأزمة وخنق القطاع إنهاء الانقسام قد يشكل وفق خبراء مدخلا مهما للتخفيف من أزمات القطاع المحاصر وعلى رأسها ملف الطاقة الذي يحتاج تمويلا مستداما أحمد غنم غزة الميادين أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه طالما لم ترسم الحدود البحرية بعد فسيكون للبنان رد كما لو أنه تعرض إلى اعتداء على سيادته وحقوقه وفي حديث إلى مجلة الأمن العام اللبنانية قال اللواء إبراهيم أن المفد الأمريكي عموس هوكستين يحاول التوسط في شأن الحدود البحرية وأن واشنطن تنتظر رد لبنان على المقترح الأمريكي الذي قدمه هوكستين ومن المؤكد أن هذا الرد سيفتح باب النقاش والتفاوض مجددا بين الأطراف المعنيين ودائما تحت رعاية الأمم المتحدة وبوسطة أمريكية وأضاف أن الجانب الأمريكي حريص على نجاحه في إنهاء هذا الملف وكلما كان الحل أسرع أصبحت نسبة ظروف النجاح أكبر وأن الجانب الأمريكي متحمس لإنهاء هذا الملف وطي هذه الصفحة التي يمكن أن تؤدي إلى انفجار الوضع مع العدو الإسرائيلي اعتصام تحذيري لمئات الطلاب من ذوي الإعاقة في لبنان للمطالبة بحقوقهم سامي جلول والتفاصيل هو اعتصام تحذيري للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع الصوت ومطالبة السلطات المعنية بالموافقة على التحويلات المالية العائدة للمؤسسات المعنية بهم فتصحيح الوضع القائم حاليا أصبح أمرا ملحا لتفادي العواقب 75 ألف مستفيد من هذه المؤسسات هم الأكثر هشاشة وحاجة في المجتمع هو يتحمل هذه المسئولية أمام الشعب اللبناني في طبقة بالمجتمع طبقة مجروحة أو طبقة بحاجة يكون فيها اهتمام أكثر من هاللي معنا فيكن تطلعوا هلأ وتشوفوا مين الموجود بالشارع من مختلف المناطق اللبنانية حضروا للمشاركة وإطلاق الصرخة بعد أن سائموا الوعود المتكررة التي لا تنفذوا من قبل الجهات المعنية نحن شريحة مثلنا مثل كل الناس شريحة من هالمجتمع مفروض نكون عايشين بنفس الحقوق وبنفس المستوى نحن بدنا نظرنا المدرسة مفتوحة نظرنا نتعلم ما بدنا نروح على بيوتنا بيوتنا ما بدنا نروح لها نحن كتير من نحب المدرسة الأهل والطواقم التعليمية كانوا جنبا إلى جنب مع أولادهم لطرح المشاكل وتسليط الضوء على المعاناة وتفاقمها منذ سنوات عديدة رسالة لكل مسؤولينه أنه ينزل طفل بهذا العمر إلى الشارع بس يقول تركوني اتعلم ما بدي توظفوني ما بدي تطعموني ما بدي تسقوني ما بدي تشربوني بس تركوني اتعلم الهدف من وقفتنا اليوم أنه نذكر المسؤولين كافة المسؤولين الوزراء والمعنيين وخصوصا جناب حاكم مصر في لبنان أنه يبنوا الإنسان خصوصا من ذوي احتجاد خاصة لحتى كلنا سوا نتساعد ونبني الوطن ونظل مستمرين بمؤسساتنا بعلمنا وبعملنا بكرامتنا المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة دعت المعنيين إلى تنفيذ مطالبهم مهددين بالإضراب المفتوح في حال صمت السلطات اللبنانية آذانها الأشخاص ذوي الإعاقة رفعوا الصوت للمطالبة بأبسط حقوقهم ألا وهو التعليم فاستمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان ينظر بإقفال عشرات المؤسسات المعنية بهم العام المقبل سامي جلول بيروت الميادين إلى العنوين استشهادوا فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المدية بيرام الله ودعوات للحجد اليوم في المسجد الأقصى لمواجهة مخططات الاحتلال الإعلام الإسرائيلية تحدث عن اتفاق مرتقب بين الرياض وتل أبيب يشمل أجواء الطيران ويسمح لمصر بنقل السيطرة على تيران وصنافير إلى السعودية منظمات غير حكومية تتقدم بشكاوى قضائية ضد شركات أسلحة فرنسية بتهمة التواطئ في جرائم حرب في اليمن واشنطن تتهم الرئيس التونسي بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد والعفو الدولية تقول إنه منح نفسه سلطات شبه مطلقة بفصل القضاة السلطات السودانية تغلق كل الجسور المؤدية إلى العاصمة تحسباً لاحتجاجات في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة دائماً الميادين دوت نت باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل شكراً جزيلاً للمتابعة وفي أمان الله